أهدد النائب صالح أشور باستجواب وزير التربية إذا صح تعيين النائب السابق دكتورة إيسيل عوضي في منصب الملحقة لكن سؤال هنا هل من حق أن يسأل وزير التربية لأنه تعيينت إيسيل عوضي هو شوف إحنا عندنا غضية حتى تداولتها في الجلسة الأخيرة وهو عملية اختيار القيادات أو المسؤولين على مستوى الحكومة هناك تخبط وهناك محسوبية وهناك يعني فيها من الجانب السياسي قلت أنك الوزيري قعد ستة شرعية ربعة وبتالعين يبتل الشرع لذلك أنا تقدمت يعني تكلمت وفعلا أنك اقترح بقانون وإزاها الله خير دكتور خليل هو رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية ووعدنا أن يقرر القانون إلا أن مع الأسف أن الحكومة ووزراها في تسابق نتيجة الضغوط السياسية لبعض الشخصية هل أسير عوضي في ظل الضغوط السياسية؟ أنا ما يهمني هيك الشخص أنا همني بشكل عام تعينها؟ أنت موافق على تعينها؟ لا أنا سمعت اليوم هذا الكلام لم يصح هل هو تعينت بشكل رسمي؟ إذا عينت لا ندري هل هي عينت إنزعت برشوت عليهم مثلا ولا هي من ضمن التعيمات التي ضمن اللجان؟ تصريح سابق بعمر تقول أن التحالف الوطني الديمقراطي هو المسيطر والمهيمن على المجلس والحكومة والمناصب حتى هل قاعدت تبرى من كلامك؟ أما مو عن شيء قاعدت قلت لك أنا بداية كلامي بس هل أنت سمح لي هل هي قلت لك يا يا برشوت تعينت بشكل مباشر بهالشكل لكنها كلنا موقف دعنا نبحث بالقضية أنا سمعت من الأخ صالح تصريح مثل ما أنت سمعت منه هل هي عينت بشكل صحيح؟ الوزير ما سمعنا راية لكن إذا هي تعين بشكل برشوتي لأجل أغراض شياسية من الوزير بغرار تلقائلها رح نوقف ضد الوزير وإن كانت مسائلتها السياسية رح نكون ويدين لهذا الجانب لكن إذا كانت وفق معايير فنية وموضوعية وحالها من حال الأخرى باللجان وتدرجت بهذا اللجان وهي تستحق هذا المنصر اشتركوا في القناة